وتعبيرا عن خصوصية هذه المناسبة فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمات مصر وروسيا 80 عاما كما تم إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة والتي تستمر على مدار عام كامل تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية